يا سواح الفل حواريكم النهاردة طريقة تسيف غسل الفراخ واللي هي مختلفة تماما عن اللي كلنا متعودين عليه واللي تربينا عليه لاني لقيت ان برضو مهما ساعد بنعمل الفراخ بقترحتها شوية زفرة اكتر من زمان فلاقيت المطاعم اليمنية والسعودية والسوريين بيخسروا الفراخ بطريقة مختلفة تماما عننا بمكون زيادة هحطه معاكم وده بيديها اللون الاصفر اللي لما بنشتري الفراخ من المطاعم بنشوفه وده ما بيبقاش السر في التدبيل على فكرة الفراخ الزفارة فيها بتبقى في الجلد من برة بتبقى عليها طبقة كده احنا بنشيلها بالملح والديب بالطريقة التقليدية بس برضو بيتبقى جزء طبعا اول حاجة هنعملها ان احنا هنشيل الجزء ده من الجناح لان ده بيبقى فيه السلمونيلا لان هي الحوافر دي بتبقى ملامسة للارض هشيل طبعا اي دهون زيادة وحشيل الجزء ده من الفرخة انا مش بحبه خالص عادة انا بخلي الفراخ بجلدها لما اكون حشويها دي فرخة سويرة حشويها على الفحم ببتدي طبعا اشيل كل الزيادات دي كل الدهون اللي ما بين الجلد واللحم فيه مادة هلامية بتبقى موجودة فيه طبقة على الجلد بتبقى موجودة ومش بتتشيل حتى بالملح والديق بتبقى موجودة وده اللي انا هعمله ان انا هحاول اشيلها طبعا انا هو بشيل كل الزيادات كل الدهون دي وفي الحقيقة الهرمونات اللي الفراخ بتاخدها بتبقى متركزة في الدهون وفي المادة الهلامية اللي هي ما بين الجلد واللحم انا محطتش عليها ميا اللو؛ خالص لسه انا بشيل كل الزيادات دي على من يشف لاني مش عايزة المادة الهلامية دي تبقى تضيع مني ومعرفش امسكها ولا احصل عليها لان انا كمان دلوقتي بعد مشيل الزيادات دي همسح الفراخ بالملح حامل لها زي سكراب كده ان انا اشيل الطبقة اللي عليها من برا طبعا الملح اهوت هدلكها كلها بالملح من برا ومن جوه وده السبب ان انا من حطتش ميا لسه عليها. وستهد تريد مياه للك Thailand ملمس الملح يكون خشن اقدر افرق بيه الفرخة بشيل كل الزيادات اللي على الجلد من بره الملحة حشلي جزء كبير منها وطبعا بفرقها من بره ومن جوه وبين الجلد واللحمة بفرقها حلوة اوي وعشان انا لسه محطتش عليها مياه فبيبقى سحل دلوقتي حاجي بقى للمكون الاساسي وهو الكركم الكركم ده سحر اكتر حاجة بتشيل الزيادة من الفراخ بتديها طعم ونكهة ملهاش علاقة خالص بالتدبيل التدبيل دي حاجة تانية خالص انما لما بنخسل الفراخ بالكركم بتنسم الفراخ اهو بقى بدعك الفراخ حلوة اوي بالكركم وبعدين بحط عليها بقى المياه عشان حنقاحها نص ساعة وحط خل معلقتين تلقى خل واسبها نص ساعة كده بالشكل ده في المياه زي ما انتو شايفين الطبقة دي لما بنخسلها بس بملح ودي احنا مش بنبقى شايفينها وبتفضل في الفرخة مش بتروح الكركم حيساعدها انها تطلع كده انا الفرخة سبتها نص ساعة اطلعها بقى حتلاقي الحاجات دي تطلع معايا بسهولة على ان انا شايفيها لما يكون بالملح ودي بس احنا ما بنبقاش شايفينها بنبقى نتخيلين انها كل الحاجات دي طلعت بس هي بتبقى ما طلعتش لسه او في شوية حاجات برضو الكركم حيساعدني ان هي تطلع المادة الهلمية كلها هنتخلص منها اللي هي ما بين اللحم والجلد وافضل لو في حاجة زهرت قدامي اشيلها واشيل برضو الدهون اللي ما بين اللحم والجلد كل شوية هيبانلي حاجات وافضل بقى اشتفها لغاية ما ميتها تندف خالص مباش عندي اي حاجة من اللي بتسببلي الزفارة الحاجات دي احنا مش بنشوفها لما نكون غسلينها بالملح وديق بس الكركم هو اللي بيزهرها لي فبيخليني اعرف اطلعها الى جانب بقى الريحة والطعم اللي يجنن اللي الكركم بيسيبه في الفرخة كده خلاص اي زيادة بشيلها وبحطها بقى اخر مرة افضل اغير لها المية لغاية ما كل حاجة تبقى خلاص تمام وكده الفرخة بتبقى خلاص يعني شلنا منها اي زفارة تشميها ريحتها تجنن وهو ده سر اللون الاصفر اللي لما بنشتري فراخ من المطاعم السورية او زي حضر موت والحاجات دي منلاقي لون الفرخة اصفر من جوه وده ملوش علاقة بالتدبيلة اللي احنا حطينها للفراخ ده بيبقى سببه ان هي مخصولة من الاول صح ويا رب الفيديو النهاردة يكون مفيد وعجبكم واشوفكم فيديو جاي ان شاء الله اشتركوا في القناة شكرا